أستاذ محمد بكرر الترحيب بحضرتك اتفضل أهلا بحضرتك السؤالي حضرتك إيه حقوق الزوجة لما هي تطلب الطلاق عشان ما يقولونش حد بس من فضلك لو حضرتك في اللي حاضر بويس اللي انت قلت كده بوس يا سيدي احنا عندنا هي طلبة الطلاق انت روحت طلقت من نفسك وليه تطلقه يعني خليني انا اجاوب عليك على سؤالي بس ارجوك لو انتوا نويين على كده لو حضرتكوا بتتفضلوا على مركز الإرشاد الزوجي بداري الإفتاءة المصرية قبل ما نتكلم عن الطلاق ياريت تعمله كده يعني هو دات الإسهل لكن عشان اجاوبك على سؤال حضرتك احنا مناش علاقة بمين اللي طلب الطلاق احنا لنا علاقة بهيئة الطلاق بكيفية الطلاق ازاي الطلاق يتم لو الطلاق تم هي طلبة الطلاق فانت طلقتها يبقى تاخد كل حقوقها هتاخد مؤخر صدقها هتاخد نفقة العدة هتاخد نفقة المتعة وهتاخد كمان الأشياء المكتوبة المكتوبة إذا كنتم وثقينها زي الأيمة وما إلى ذلك يبقى ايذن هي صيغة الطلاق هي الحكم اللي بيننا انت هتطلقها أي نوع من أنواع الطلاق لو اتطلقها بناء على طلبها فاتطلقها طلاق معتاد يبقى خلاصها هتاخد كل حقوقها زي ما أنا قلت لحضرتك كده معنا مين نعم طيب يا سيدي سيد محمد هو دوات اللي أنا بقوله لك لكن أي حاجة تانية أي صغر تانية هتكون بي الكلام بينك وبين زوجتك وأنا بقول لحضرتك واضح في صوت حضرتك أن طلب الطلاق ده ما كانش منك وأنا في الحلقة النهاردة بحيل حضرتك أن أنت في الحلقة النهاردة شوف أنا قلت إيه في معنى أن الست اللي ما تطلب الطلاق أنا شايف أن احنا لسه بيننا وبين الطلاق خطوات بيننا أن احنا نقعد مع بعض ونتصارح ممكن تكون عملته كده نقعد مع بعض ونتكلم ونحاول نكون صادقين وعلى قدر كبير من الشفافية حصل ده لازم نجيب ناس عقلاء من الأسرتين ونقعد مع بعض ما ينفعش تعالونا على مركز الإرشاد الزواجي قبل ما نفكر في الطلاق عشان كل واحد فينا ما يظلمش نفسه وما يوصلش لحد لمرحلة يكون هو قريب من الظلم يا سادة احنا النهاردة تكلمنا على اختلاف الطباع ومين فينا ما عندوش شوية حاجات جابعة من ثقافته وجابعة من التراث التراث الشعبي جابعة من شوية أفكار جابعة من شوية تجارب ومين ما عندوش اتباع فينا ممكن يختلف مع شريك حياته بس الشطارة مش انك انت تعتد بطبعك ده وتخلي طبعك ده سيف مسلط على كل اللي بيتعامله معاك لكن الحكيم اللي يخلي طبعه ده يفتح باب وقلب اللي بيتعامل معاه فيحس ان طبعه ده ده باب من السعادة كل واحد فينا ليه طبع بس الطبع ده مش بس ما يغلبش التطبع لا ده الطبع يعمل تطبع ويعمل مطبقة وتطبيع مع شريك حياتك بس ده بإرادة وبتفكير وبكلمة حلوة وكمان بعناية ورعاية مهما كان طبعك هيكون ده باب من أبواب السعادة والتوافق مع شريك حياتك اذا كنت حريص على ان انت تمشي خلف حضرة النبي وتشوف ازاي طبعه فتح قلوب زوجاته عشان يعيشوا في هنة وسعادة مهما اختلفنا نقتلف ونشوف مدد ربنا لقلوبنا وازاي ربنا سبحانه وتعالى بيجمع قلوبنا بالرحمة والمودة والسكينة يا رب العالمين اجعلنا دايما مجتمعين على مددك وعلى وصلك وعلى جمال نظرك إلينا يا كريم يا ودود يا رب العالمين